بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حياكم الله أخواني و أخواتي و مشاهدين و مشاهدات في برنامجكم الأمثال في الحديث النبوي و أيضا معنا مثل من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه و سلم في حال الدنيا و أنه في هذه الدنيا ما بقي إلا البلاء و الفتنة و ما بقي من هذه الدنيا إلا أمور يعني لا تحمد و هذه الدنيا الإنسان لا بد أن يزهد فيها حتى يلقى الله سبحانه و تعالى و هو راض عنه فمن حديث معاوية من أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما و أرضاه عند ابن المبارك في الزهدي و عند أحمد و عند ابن ماجة و غيرهم من أهل الكتب و السنن قال و هو على منبره و هو معاوي رضي الله عنه يخطب على منبره حينما كان أميرا على الشام أو كان خليفة للمسلمين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم كما يقول إنما بقي من الدنيا بلاء و فتنة إنما ما بقي من الدنيا بلاء و فتنة إنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء يعني الإناء أو الصحن العميق كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله و إذا خبث أعلاه خبث أسفله ما معنى هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم و نقله لنا الصحابي الجليل معاويته من أبي سفيان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بقي من الدنيا بلاء و فتنة يعني هذه من علامات النبوة فأنه أخبر عن أشياء حصلت الآن و حصلت في أزمنا ماضية أيضا أن الدنيا الآن أصبحت بلاء و فتن كثيرة تخطف الإنسان عن طاعة الله و تبعده عن مرضات الله و الفتن تصيب الإنسان في حياته سواء الفتن من الشبهات أو الشهوات أو حتى المصائب و البلاية التي تصيب الإنسان و يرى الله سبحانه وتعالى من عبده الصبر من عدمه و الرضا من عدمه فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه الدنيا الذي بقي منها بلاء و فتنة بلاء يبتل الإنسان في هذه الدنيا من المصائب و الأشياء التي يكرهها الإنسان من الأقدار و فتنة الشهوات و فتنة الشبهات فيفتتن الإنسان في هذه الدنيا ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء عظيم و هو الإخلاص في القول و العمل و أن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى أن يكون خالصا لله لا يكون فيه رياءا و لا سمعة و لا حب ظهور و لا اشتهار و إنما يعبد الله لأجل الله لا لأجل الناس ولا لأجل البشر و إنما لأجل الله سبحانه وتعالى و لذلك الذي تكون نيته صالحا من أول عماله و من أول سنه فإنه حينما يكبر يبقى هذا العمل الصالح و هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى و العكس فإن الإنسان إذا ابتدى عمله برياء و سمعة و عدم إخلاص لله سبحانه وتعالى فيخاف عليها أنه يستمر إلى مماته على هذا العمل فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال بالوعاء و أنك تصب في هذا الوعاء هذا القدح هذا الإناء العميق تصب فيه الأعمال كما يصب الإنسان فيه الماء فصبب تعملا صالحا و خالصا فإنه يزداد فأسفله خالصا و وسطه خالصا وأعلاه خالصا و العكس صببت فيه أعمالا فيها رياء و عدم إخلاص فإنه هكذا في أسفله و في وسطه و في أعلى كالماء نظيف تصب ماء نظيف فإنه يعلو بالماء النظيف و إذا صببت ماءا في هذا الإناء ليس بنظيف و فيه متعكر برمل أو بخبث فإنه سيعلو بالخبث و يبغى الخبث في هذا الإناء إلا أن يتوب الإنسان فيتصفى نسأل الله السلامة و العافية فانظر إلى هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعلم الإنسان و ينتبه لأعماله و للدنيا و الخوف منها و أخذ الحذر نسأل الله سبحانه و تعالى السلامة و العافية نذهب إلى فاصل يسير و نستكمل معكم ما توقفنا عندها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من و ألاه و بعد عدنا إليكم و معنا أيضا مثل من الأمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي يعين أصحابه أو قبيلته أو أهله أو جماعته أو عائلته على الظلم و هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في مسنده و عند أبي داوود و غيرهم من أهل الكتب و السنن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعين قوما على الظلم حتى كانوا أقوام آخرين علمهم أنه يعينهم على هذا الظلم و لا ينصحهم و لا يأخذ على أيديهم و إنما يعينهم عليه فماذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم و ماذا مثله قال مثل البعير الذي يتردى في الركي يعني في البئر البئر الضيقة سبحان الله لو سقط بعير في هذه البئر الضيقة ينزع بذنبه هل يستطيع أن يخرج لا يستطيع أن يخرج فقد ورط نفسه و قد حمل الذنب معهم لأنه أعانهم على ذلك كمثل هذا البعير الذي سقط في هذا البئر فهذا الإنسان سقط في شر أعماله و بذنبه هذا البعير بالذنب يؤخر الماء يرفع الماء بذنبه و ينزع الماء و يخفضه و يرفعه لكي يخرج هل يستطيع أن يخرج؟ مدام سقط في هذا البئر الضيق العميق لا يستطيع لا بد أن يأتي أحد لينقظه و يرفعه فلا ينفعه هذه الحركة و هذا النجاح بنفسه و لذلك الإنسان الذي يعوني الناس على الظلم ظلم أنفسهم من الذنوب و المعاصي أو ظلم الناس بأخذ حقوقهم و نزعها منهم فإنه مثله كمثل هذا البعير الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعير قد سقط في بئر ضيقة هكذا الإنسان الذي أهلك نفسه بعون الظلمة و من ساعة الظلمة على الظلم في الظلم النفس أو ظلم الناس كل ذلك داخلون في هذا الحديث فإنه مثله مثل البعير الذي سقط فلا يستطيع الخروج فهذا قد جرب نفسه إلى المهلكة و إلى الذنب و أنه ليس بملجأ و لا ببعيد عن الإثم الذي قد أصاب هؤلاء في بعض الناس يقول أنا ما لدخل هم الذين فعلوا ذلك من الذي دلهم أنت من الذي أعانهم أنت حتى لو بكلام حتى لو بمشهورة حتى لو بفكرة أو برأي حتى لو بإشارة على الظلم فأنك قد أعنتهم على ذلك وتشاركهم في الإثم و في الذنوب لأنك كنت معهم في مثل هذا الأمر و إن لم تفعله بنفسك و إنما أعنتهم بأي سبيل من السبل حتى لو شاركتهم بالمال أعطيتهم مال فإنك قد عنت و إن لم تشارك بالفعل فينتبه الإنسان و يحذر و يخاف على نفسه أن يساعد أهل الظلم فيكون معاله و عقابه معهم يوم القيامة و في الآخرة فيخاف الله سبحانه وتعالى و يحذر من هذه الأمور التي لا تحمد عقباها كما أن هذا البعير الذي إذا لم يخرجه أحد فسيموت في هذا البئر و لن ينفعه حركة ذيله بإخراج الماء من البئر حتى يخرج لو أخرج الماء كله لن يستطيع الخروج لأنه قد سقط كما قيل في شر أعماله لذلك ينتبه الإنسان أن يكون مثله كمثل هذا البعير الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم و أصفا في هذا الحديث و في هذا المثل نسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يحفظنا و إياكم من الزلل و من الضلال و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر